السلام الله عليكم جميعا اينما كنتم اليوم سنتعرف على طريقة إدخال الشفرة أو كود تفعيل IPTV على جهاز vision نقوم بالضغط على زر الميني في جهاز التحكم عن بعد سندخل على هذه الوجهة ونختار ريقلاج وبعدها نضغط OK بعدها نختار الخيار الأخير F-Case MME ونضغط OK وهنا نختار F-Case Option وهنا نتوجه إلى آخر اختيار Smart Plus IPTV Stream هنا الخيار الأول نضغط Activation Code ستنبتق لنا هذه النافذة عبارة عن كلافي لإدخال الكود سنقوم بإدخال الكود الذي لدينا ايضا زر those recovering كلام على هي نقوم بن Kelطر بداعق المسيينة شكرا بداعق يساعدا ang وعند إدخال الكود سنقوم بعمل كونفرمي بواسطة الريموت وبذلك بالتغط على الزر الأزرق وهكذا تم إدخال الكود بنجاح وجددنا الانخراط لمدة سنة إن شاء الله والآن نقوم بعمل اي الرجوع إلى القائمة الرئيسية للجهاز بعدها سنختار سمارت بليس كما ترون هذه قائمة القنوات قد ظهرت أتمنى أن أكون قد وفقت في تبسيط عملية إدخال الشفرة أو الكود لتفادي أي خلال في الجهاز إن أعزبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بعمل لايك والاشتراك على القناة لتشجيعنا للمزيد من العطاء إن شاء الله حسنًا 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 اشتركوا في القناة